يواصل نتنياهو سياسة الهروب إلى الأمام بل ويمعن فيها لدرجة أنه يدرس إمكانية الاجتياح البري إلى لبنان بغرض إبعاد حزب الله من الحدود ووجود قوات الجيش اللبناني مكانها والهدف من ذلك تحقيق غراد نتنياهو المعلن وهو إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم لكن نتنياهو لم يكتفي عند هذا الحد والحرب الشاملة خيار مفتوح بالنسبة له أنا في اعتقد إسرائيل ممكن تجرى وتبعت بقوة برية للتقدم نحو منطقة عازلة في جنوب لبنان وهذا سيؤدي إلى مواجهة مباشرة بغض النظر عن ما أصاب حزب الله من ضربات قوية إلا أنه سيكون هناك بالفعل صراع حامي جدا والخسار ستكون من الجهتين كبيرة منما الآن الخسار فقط في الجانب اللبناني الأكبر والأكثر وهاي تعتبر سجل الاتصال عن نتنياهو حاجة كبيرة والآن أو رقامة سياسية في داخل إسرائيل العلياة كثير ومنتعش جدا في هذا الموضوع إسرائيليا ينظر لاغتيال نصر الله على أنه انتصار لكنه قد يكون مؤقتا حيث أن ذلك لا يعني انهيار الحزب فتتصاعد الدعوات في إسرائيل لتكثيف الضربات على لبنان لمنع الحزب من إعادة ترميم صفوفه بسرعة وتعول إسرائيل على أن اغتيال نصر الله قد يزيد من الضغوط أكثر على غزة من اليوم الأول في إمكانية إعادة الأسراء لو تم التبادل لكن سياسة إسرائيل القضاء على حماس ما زالت قائمة موجودة ومن هنا الأسراء موضوع ثانوي تماما أمريكا تفكر وإسرائيل بقضية واحدة كأن العالم يوقف عند موضوع الأسرة الفلسطينيين واللبنانيين ليست موضوع الأسرة هي قضيتهم قضية العدوان على قطاع غزة وإنهاءه وقضية عودة المهجرين المستوطنين لمنطقة الشمال تقترب الذكرى السنوية لأحداث السابع من أكتوبر والمجتمع الإسرائيلي تتنازعه الخلافات وتوحيد الصف فيما بينهم من خلال التصعيد في الحدود الشمالية هو أمر مؤقت سرعان ما يتبدد بتنبه أهالي الأسرة أن نتنياهو تركهم لمصيرهم في مسعاه للحفاظ على بقائه السياسي